اشتركوا في القناة 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 على جميع الابراج يعني بتسمع الزاوية الفلكية بتضيفها لتوقعات برجك وبتكون هيك انت اكتملت توقعاتك بشكل كامل بالنسبة للزاوية الاولى هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين زحل وهي رح تكون في تمام ساعة ثنتين وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا او وجهة يعني بتوقيت الاردن الساعة خمسة واربعين دقيقة صباحا من واجه مصاعب وعرقيل بتطلب مننا ان نبذل جهد لنتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحضوض ما لازم نعتمد على الحض نهائيا بيفتقر البعض للشجاع اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجعوا للهروب الى الماضي وقصص قديمة وموضيع قديمة بدل من مواجهة الحاضر فعشان هيك بكونهم الخسرنين اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر وبين اورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة اربعة وخمسة وخمسين دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش يعني الساعة ثمانية الا خمسة مساءا بتوقيت الاردن بتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية الاخيرة هي زاوية التقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين الزهرة وطبعا القمر بما انه رح يقابل الزهرة وبرضو اورانوس بيقابل الزهرة والزهرة بتشكل زاوية التربية فانوحستها ظهرت الان وهاي الزاوية رح تكون زاوية التقابل الساعة ثمانية وخمسة عشر دقيقة يعني الساعة 11 وربع فتأثيرات هاي الزاوية بتبلش من ساعة الظهر تقريبا من ظهر يوم الجمعة لغاية ما بعد منتصف الليل اكثر المتضررين هم اللي بكون عندهم مشاكل عاطفية لانه هاي الزاوية بتخليهم يتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود باسراف دون حساب وبرضو بتخليهم هيك يدخلوا بجو من الكائبة اما بالنسبة للزاوية اللي رح تصير اللي هي خلو المسار القادم خلو المسار القادم بما انه القمر موجود بالثور رح يكون يوم السبت اللي هو يوم الغد خمسة وعشرين تسعة بيبدأ في تمام الساعة وحدة وتسعة دقائق بعد الظهر بتوقيت جرينيتش يعني الساعة أربعة وتسعة دقائق بتوقيت الأردن عصرا وبيستمر خلو المسار هاد لبعد منتصف الليل بخمس دقائق بتوقيت جرينيتش يعني الساعة اتناش وخمسة بعد منتصف الليل يعني بتوقيت الأردن الساعة ثلاثة وخمسة فجرا بعدها القمر بنتقل لبرج الجوزة بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب ثمنتعشر يوم في تمام الساعة خمسة وثمانية وثلاثين دقيقة بعد العصر بصير تسعة عشر يوم نسبة الإضاءة بتصير خمسة وثمانين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم ثلاثة وعشرين عشرة هي منتحس الان بنسبة خمسة وعشرين في المية في ساعات الصباح بتصير سعيدة بنسبة عشرة في المية القمر في الثور حتى يوم ستة وعشرين تسعة منتحسة بنسبة 75% القمر منتحس بنسبة عالية جدا عطارد في الميزان حتى يوم 27 تسعة سعيد بنسبة 45% طبعا ما بدنا تنسوا انه يوم 27 تسعة بده يبدأ عملية التراجع وبلشت تأثيراته يعني بتبدأ هي من الغد يعني اكثرها ولكن تدريجيا بتبلش تأثيرات عطارد في الايام القادمة الزهرة في العقرب حتى يوم 17 منتحس بنسبة 15% المريخ في الميزان حتى يوم 30 تسعيد بنسبة 45% المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 10% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 تحس بنسبة 40% ورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 18 واحد منتحس بنسبة عشرة في المية نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم واحد اتناعش منتحس بنسبة عشرة في المية بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم ستة عشرة منتحس بنسبة عشرة في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بما ان القمر استقر الان تماما في برج الثور فمعناته اليوم بيكون مميز جدا في امور الها علاقة بالفرص المالية ممكن تكون هاي الفرص مفاجئة وتدخل تحسين على ميزانيتك هاي فترة يعني بيكون فيها بعض الفرص في امور الها علاقة للمكاسب المالية ممكن توظيفها اجتماعيا مهنيا عاطفيا اهم شي انك ما تضيع الفرص حاول انك توظف طاقتك الذهنية البناءة لوضع حدل التساؤلات والالتباسات طبعا بما ان القمر منتحس معناته وبد يكون في بعض القلق من وضع مالي معين او مصاريف الزيادة او ممكن هاي المصاريف تيجي بشكل مفاجئ يعني في قلق في امور الحسابات بالفترة هاي او على وضع مالي او بتطلب منك انك ترتب امور مالية بشكل مفاجئ اهم شي برضو انك اليوم تحاول انك تناقش بهدوء بدون اي تسرع برج الثور بما ان القمر صار مستقر تماما عندكم بلاش يعطي نوره على جميع موليد برج الثور فاليوم ثقتكم بانفسكم كبيرة بعمكم النشاط ممكن اليوم تبادروا لخطوة جديدة اتدعم من مركزكم الاجتماعي طبعا ما بدنا نحكي ان الحضوض قوية لان القمر منتحس ولكن في شوية حضوض ولكن انا بنصح انك ما تعتمد على الحض نهائيا ممكن اليوم يكون في بعض النتائج الحاسمة اليوم ممكن يعني تلاحظ انه انت ما فيه اي حد بقدر ينافسك في فكرة او في معلومة ولكن بدون عصبية حاول انك اليوم تطوي صفحة من الماضي ما تحاول انك ترجع لها خلاص تجاوزها تماما اليوم تجد انه معنوياتك ارتفعت اكثر من الايام الماضية هاي فترة ناشطة وواعدة بتطور جيد وحضوض عالية ولكن زي ما حكينا ما فيه داعي للعصبية ما فيه داعي للانفعلات وردات الفعل حاول انك تكون مرن شوي ولا تترك الوسواس يسيطر عليك برج الجوزة بما انه القمر الان موجود في بيت المتاعب اللي هو في برج الثور فهذا يوم برضو بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسمانية تشعر انه طاقتك نزلت تشعر انه شوي الامور بطلت مثل ما بدك يعني شوي صارت معاكسة للك كل الامور اللي بتمشي فيها بتلاقي انه بصير فيه تأجيل او تأخير او ما بتزبط كأنه الحظ تخلى عنك تماما ممكن اليوم تنشغل بعمل متراكم ممكن شوي تهتم بامور الها علاقة بالصحة بتلاقي انه الهدوء سيطر عليك تماما فيه نوع من انواع الملل ممكن تخيب امالك لسبب او لاخر اهم اشي انك اليوم تحاول انك ما توقع على عقد وما تحسم امر الا اذا دققت فيه بشكل جيد واتفقت على كل تفاصيله تعتبر هاي فترة فارغة من الطاقة والحظ اهم اشي انك ما تراهن عليها يعني بدك تلتزم الهدوء بدون عصبية وانفعل برج السرطان طبعا الاجواء القمر الان صار في بيتك 11 بيت حليف لايلك ولكن بوجوده والقمر منتحس بنسبة عالية جدا ممكن اليوم تسعده بلقاء الاصدقاء ممكن تتعاون او صير فيه تعاون ما بينك وبينهم اهم شي انك تحاول انك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن تشعر شوي ان طاقتك نزلت في بعض الاوقات او هيك في نوع من انواع التعب او الارهاق او بتسلل لك نوع من انواع الوسواس ولكن بالمقابل انت ممكن تحصد تأييد لا بأس فيه اهم شي انك تكثف ارتباطاتك باستطاعتك اليوم تقديم افضل النتائج الشرط الوحيد لهاي الامور انها تمشي بشكل جيد انك تكون هادي ولين وصبور يعني الثلاثة هدولا بدك تحتفظ فيهم راح تفرح اليوم لانتصار مهني او اجتماعي وممكن يكون فيه مناسبة عند بعض موليد برج السرطان يعني تكون مميزة برج الاسد يوم مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل طبعا هذا بيت السمعة بيتك العاشر هو تربيع مع برجك فعشان هيك اليوم بيركز على امور الها علاقة بالعمل الها علاقة بعلاقات اجتماعية ناس ذو منصب رؤساءكم بالعمل البحث عن عمل اشي العلاقة بالمؤتمرات او اللقاءات اللي هي اللي بتجمع اكثر من شخص او اكثر من شخصية وممكن تكون انت مميز في هذا اللقاء الجيد اليوم للاشخاص اللي بيرغبوا فيه ادخال تعديل على اعمالهم او تطوير علاقاتهم مع رؤساهم بتحمل هاي الفترة نوع من انواع الضغوط على عدة اصاعدة ممكن يكون هذا اليوم متوتر شوي ممكن اي بابسط الامور تستفزك فيه نوع من انواع المواجهة بتكون ما بينك وبين شخص معين دك تضبط اعصابك فيه ارتباط مهم بيسبب لك نوع من انواع التوتر اهم اشي انك تحاذر العناد والمشاعر السلبية قدر الامكان برج العذرة طبعا اليوم القمر موجود في البيت التاسع ولكن زي ما حكينا القمر منتحس هو جيد انه اليوم لا امور لها علاقة بالنقاشات بالحوارات بالامتحانات بالسفر بالتركيز على اشخاص خارج البلاد بالاتصالات مع اجانب كلها هاي تقريبا بنقدر نحيينها جيدة ورح تنشطوا فيها بشكل كبير وبتزداد رغبتكم اليوم بالبحث عن قاسم مشترك بجمعكم باحباكم ممكن تشعر انه خواطرك هيك طمأنة اليوم او نفسيتك مرتاح شوي الا انه في خوف دفين موجود جواك او قلق من مسألة معينة ممكن يستفزك بعض التصرفات او بعض الاحداث وخصوصا من الاشياء اللي احنا ذكرناها في البداية ممكن ترغب باخد تجربة جديدة فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف او ثقافة جديدة او مجال ما اهم شيء زي ما حكينا لا تتكلم اشياء بدون ما تكون واضح فيها حاول انك تبعد عن الانتقادات قدر الامكان يعني امسك عصبيتك وحديتك في بعض الاوقات اللي بتكون هيك مستفزة برج الميزان اليوم بيحمل فرص مالية بالنسبة للك فرص لمكاسب مال خصوصا انه هو في بيت الشراكي الان القمر المكاسب هاي بتيجي في اموال لها علاقة بشركة اللي هي الاموال المشتركة الاموال اللي ما بتعود لك لحالك يعني بتكون مشتركة بينك وبين اشخاص يا ام مدين ميراث قرد يعني امور سداد اموال اموال الزوج هاي كلها اموال مشتركة احنا بنسميها وبرضو الامور اللي الها علاقة بالتعويضات صحتكم اليوم او صحت قريبة لكم بتكون بحاجة للرعاية والاهتمام هاي فترة مهمة جدا بالرغم انه لا ما زال في بعض التوتر السائد وخصوصا من قمر منتحس فحاول قدر الامكان انك ما تغامر بموقعك نهائيا بدك تحاضر من النزاعات حاول انك ما تتذمر على مسمع اي احد وحاول انك ما تتمرد على الاعراف او التقاليد يعني حاول تقوم بواجباتك بشكل تام برج العقرب طبعا القمر بما انه مقابلك تماما فهو بعطيك ايجابية ولكن بالمقابل فيه له سلبية ايجابيته انه هذا يوم مناسب للي بده يقوم بعمل بتطلب تعاون من اطراف ثانية او اشخاص يساعدوك في هذا الموضوع جيد لتعزيز الامور اللي الها علاقة بالشراكة وخصوصا الشراكة المالية والعاطفية علاقتكم بالازواج علاقتكم بالاشخاص المرتبطين فيهم هاي الفترة ممتازة ولكن لانه القمر مقابلك تماما والشمس موجود في بيت المتاعب فطاقتك ضعيف جدا بدك تحاول انك تحافظ على هدوء اعصابك ونبرد صوتك هاي اهم نصيحة لانه اليوم ممكن تكون الضغوط كثيرة شوي بدك تحاذر من تأزيم اي خلاف لانه سهل جدا استفزازك واي خلاف راح تدخل فيه او نقاش حاد ممكن ينعكس عليك سلبا وانت تتحمل المسئولية في هذا الموضوع فعشان هيك حاول برضو انه تكون كلامك واضح تفادي لأي سوء تفاهم برج القوس رغم تراكم العمل لانه القمر في البيت السادس اللي اله علاقة بالعمل والصحة انتوا عندكم قدرة على انجاز قسم كبير من اعمالكم ولكن المشكلة انه اليوم من كثرة الانشغال ممكن تبادر باكثر من عمل في نفس الوقت وهذا الاشي راح يضغط عليك بشكل سلبي ويخلي الاعمال هايت تراكم وما تقدر تنجزها بالكامل فعشان هيك اللي بنصحك فيه انك تنظم جدول غذائك اول اشي وجدول عملك ثاني اشي وحاول انه من وقت لاخر تاخذ قسط من الراحة يعني بمعنى اخر عشان تستعيد طاقتك انت وترتب امورك بشكل جيد لازم ترتاح راح تلاحقك اليوم اتصالات وتكثر عندك المسئوليات وخصوصا العائلية والمهنية حاول انك تنظم وقتك وما تتأخر ممكن تهتم بين شغالات مالية او تساؤلات حول قدرتك على التحمل يعني حاولوا انه هيك نوع من انواع التشكيك فحاول انك ما تشك بنفسك في بعضك راح يهتم ببعض الانشغالات الصحية يا علاجية يا الو يا لا احد المقربين لا الو برج الجديد طبعا مكان القمر اليوم ممتاز هو في البيت الخامس ولكن مشكلته انه هو منتحس يعني سلبيته عالي جدا فعشان هيك نعطي الايجابية في البداية بعدين ما ننبه لبعض النقاط اولها انه اليوم راح ترغبوا في التقرب من احباك ومتعزيز العلاقة معهم بتقدروا اليوم انكوا تمارسوا نشاط فني او تبادروا لشيء له علاقة بالترفيه اهم شي انكم ما تبالغوا في تجربة حظكم المالي او الحظ اجمالا لانه القمر زي ما حكينا منتحس اليوم راح يكون في عندك موعد هذا الموعد يا اما في مصالحة يا اما في لقاء ودي بدك تتجنب الانتقادات وحاول انك تسعى لتلطيف الاجواء بتستعيد صفاء ذهنك اليوم وممكن تتفاوض بمهارة وخصوصا كل ما اقتربنا لساعات العصر حاول اتمام العقود والصفقات التجارية ولكن حاول انك تدقق بتفاصيلها عشان القمر مش دعمك مظبوط والحدود مش موجودة فبدك تعتمد على تدقيق العقود بشكل جيد هذا واحد اثنين ممكن يصير فيه سوء تفاهم ما بينك وبين احد الاحبة او تقلق على احد الاحبة او يصير فيه هيك يعني بدناش نحكي انه خلاف ولكن ممكن يكون مع احد الابناء يعني سوء تفاهم بدك تحذر من هاي النقاط برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر الان في البيت الرابع يعني تربيع مع برجك يعني شوي بيخلك تركز على امور ولكن بيحذرك من بعض الامور الامور اللي راح تركز عليها اليوم اللي هي امور الليها علاقة بالبيت والعائلة اليوم تقدروا انكوا تدخلوا اي تعديل مطلوب على الامور اللي بتتعلق بالمسكن وبرضو تعزيز الروابط العائلية حاول انك تخصص فترة لا بأس فيها من وقتك للاهتمام بمتطلبات وواجبات العائلة او الامور اللي بتتعلق بالعائلة كشكل عام ممكن اجتماع عائلي لقاء حفلة مناسبة الاجواء هاي كلها الجو باجمالا نفسيا عندك هو ضاغط في نوع من انواع المسئوليات الكبيرة او العبئ عليك او الشغلات اللي مقلقيتك او مزعليتك من موقف ما برضو الو علاقة بالعائلة او احد افراد العائلة ممكن اليوم يكون عندك موعد او ارتباط مهم ما بيجوز الفشل فيه وخصوصا انه برضو الاشي له علاقة بالعائلة ممكن يكون عندك بعض المصاريف المنزلية او الانشغالات في بعض الاهتمامات المنزلية تطلب منك اما دفع مصاريف او تكلفك يعني تعب نفسي برج الحوت الاجواء طبعا اليوم نشطة جدا اليوم القمر في البيت الثالث رغم انه يعني شايفوا فيه نوع من انواع الانتحاسة لكن انه اليوم برضو رغم انت حاسته عندك نشاط بالحركة بالاتصالات بالتنقلات حتى ممكن بالسفريات ما بين المدن او ما بين المناطق جيد لامور الها علاقة بالدراسة ولكن اذا كان عندك امتحان بدك تستعد بشكل جيد كان عندك مقابلة بدك تستعد وتكون متزن شوي حاول انك ما تندفع كثير هذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة او للتعامل مع الاخوي مع الجيران مع الاقارب تحديدا اليوم رح تتمتع بقدرة ذهنية كبيرة وجراءة في التعبير والوصف وما رح تهدأ وتيرتك اهم شيء انه حاول اليوم لو حد حاول يستفزك انك ما تسكت عبر عن رأيك بكل صراحة ولكن ما تكون جارح عشان ما تتسجل النقاط عليك بدعوك لتنظيم جدول اعمالك بشكل جيد تفادي للإهمال والتقصير وبرضو اثناء حركتك او قيادتك للسيارة بدك تكون حذر من الاصابات وبرضو من الاشياء اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ مثل حوادث او عطل بالسيارة او امور الها علاقة بالتواصل والاتصالات زي الاجهزة الالكترونية او السيارات طبعا في النهاية حابين نشكر الاشخاص المنتسبين او انضموا الاعضاء للقناة في عنا مجموعة ما شاء الله يعني انضمت الان صارت منتسبة للقناة اعضاء مميزين شكرا لهم طبعا والشكر لكل الاشخاص اللي بيعلقوا واللي بحطوا لايك واللي بعملوا شير واللي بدعموا القناة من وراء الكواليس يعني بطريقة مش معلنة تماما كل هدول الاشخاص احنا بنشكرهم وبرضو ما تنسوا انو تدعمونا في هذه الفيديوهات اللي احنا بنعملها طبعا هسا بدو يطلع حدا يصير وقولك اه بلاش هسا يرجع يحط بدو ناس وبدو شير وبدو اعداد يا عمي هذا بس حكي منحكي هيك منحكالي احكي فعشان هيك كل الاحترام والتقدير هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا